كلنا عارفين إن إت إن لعمل الـ Automation وأنه هو برنامج مفتوح المصدر تقدر تستطبعه على استضوافها أو تقدر تستطبعه على الـ Local على الجهاز البتاعك أو تقدر ترفعه لأي استضافة خارجية وتستخدمه هو برنامج مجاني تستخدمه لعمل Automate لأي حاجة أنت عايزها عن طريق الـ API بتاع الإيجنت بتاع الزكال الصناعي وتعمل بحكايات كتيرة جداً لكن جوجل غيرت المعادلة وعملت مديل ليه ولكن على العكس تماماً من إن إت إن بيحتاج منك شوية خبرات في إن إنت إزاي تربط الإيجنت بتاعك بالمنصات عشان يسحب منهم data ويطلع لك output والحاجات دي كلها لا جوجل عملت الموضوع أسهل من كده خالص آيت لك إن إنت هتعمل Automation ولكن عن طريق اللغة الطبيعية بتاعتك إنت هتقول بس للزكال الصناعي العايز Automation يعمل واحد دين ثلاثة وهو هيعمل لك الحاجات دي كلها خلانا نتعرف على Opel من شركة جوجل ولتقدر استخدمه بشكل مجاني حتى الآن في تجارب محدودة ولكن غير متاح للدول العربية وعشان نستخدمه هنتعرف على كل ده بالتفصيل ولكن بعد الإنترو سلام عليكم أحمد ودي قناة من ستاة المعلومات لأول مرة تتفرج على القناة بتاعتنا تأكد أن تعمل لايك واشتراك عشان تابع عندنا كل جديد في البداية أو بالمش متاح في الدول العربية فبالتالي إنت تحتاج تسطب VPN أي VPN بيفتح أمريكا أو أي دول لاتحاد الأوروبية تلاقي شغال معك أنا هسيب لك رابط VPN هتسطبه عادي على المصفح بتاعك بعد كده هتختار الدولة اللي إنت هستطبت بها اختار USA بعد كده هعمل Connect وكده هتلاقي الموقع يشتغل معك لو دخلت من غير VPN الموقع مش هيفتح بعد كده هتقدر تعمل صين إن بإيميل جوجل العادي بتاعك من أي إيميل جوجل عادي ما فيش أي مشكلة خلنا نسجل دخول ونعمل متابعة طبعا هو بطلب منك أن انت هتوافق على الحاجات دي كلها لأن من داخل الاتوميشن اللي أوبيل بعملها أن انت ممكن تحفظ الحاجات دي على جوجل درايف عادي جدا ويتستدعي ملفات من على جوجل درايف زي N, N بالضبط بعد ما نعمل صين إن مباشرة هتلاقي الوجهة دي اللي فاتحة معك بيقول لك عدل أو ابني تطبقاتك المصغرة باستخدام لغتك الطبيعية أصدو يعني أن انت هتتكلم مع زكالستونايت قول لو أن عايز حاجة معينة هيعملها لك ونلاقي هنا على وجهة الرئيسية في أوبيل بعض نمازج تطبقات المصغرة اللي تقدر تستخدمها أو أن انت تعملها على طول مباشرة زي مثلا إنشاء لعبة على شكل بناء مدينة أو كلام من ده أو الحصول على اقتراحات الكتب أو إنشاء مدونة أو إنشاء منشورات للمدونة كمان توليد بلايلس وإنشاء فيديو ماركتير فعلى سبيل المسال خلاني نجربه هنضغط على create new عشان ننشئ التطبيق بتاعنا أو نعمل الاتوميت أو الاتوميشن اللي احنا عايزين نعمله كبديل الان ات ان طبعا هتلاقي في فيديوهات تقدر تتعرف عليها أو تقدر تبني انت التطبيق بتاعك بشكل يدوي زي مثلا لو انت عايز تضيف user input هتضيفه هنا بالشكل ده وعليك هتسحب منه تروح مثلا منطقة اللي انت عايز تعملها بقى عايز يعني هيبقى فيه input تاني أو هتوديه لجيميناي عشان يبني محتوى أو شوف بقى انت عايز ايه زي ولكن الاسهل من كده ان انت ممكن تحزف الكلام ده كله فالس وتروح هنا تكتب وصف الحاجة اللي انت عاوزها زي مثلا ان عايز يعمل للوقتي application يعمل لي فيديوهات على view 3 واعمل send في خلال لحظات بناني للتطبيق وهو عبارة عن فيديو prompt هرفع البروميت بتاعي بعد كده هيعمل generate للفيديو وبعد كده هيعمل لي display للفيديو اللي هو قلده وهنا هيظهر لك الفيديو كل عليك عشان نبدأ نجرب التطبيق ده هنضغط على start هنا هيقول لك اكتب البروميت اللي انت عايز تولد به الفيديو وأنا طبعا ما اقدرش اكتب بروميت من غير كاتب البروميت المتوفر على الموقع بتاعنا بشكل مجاني عشان يكتب بروميت لView3 لانه حاليا ان استخدام فيو سري في توليد المشهد وبعد كده اعمل توليد على البروميت بعد ما اكتب له واصفات الحاجات اللي انا عاوزها هيعطيني البروميت بالشكل ده كل حكاية اننا اعمله نسخ طبعا لو البروميت مش عاجبني هدو توليد بروميت مرة تانية فهيولده مرة تانية بعد كده أضيف البورميت بالشكل ده هنا بعد كده أعمل سند وننتظر نشوف هو دلوقتي في المرحلة دي اللي هي جينريت فيديو طبعا بيظهر لك عليها يعني وميد كده عشان يقول لك انت في أن هي مرحلة وننتظر لما نوصل للمرحلة الأخيرة اللي هي تس بلاي جينريت فيديو في خلال لحظات ظهرت لنا النتيجة دي كل علينا نعمل بلاي عشان أشوف الفيديو طبعا هو الصوت معمول عليه ميوت ممكن نعمل دول لود فيديو عشان نحمله ونسمعه على الكمبيوتر هو طبعا كان فيه مشكلة في التطبيق ان كان فيه زر هنا للبلاي مغطي على الكلب فأنا مسحت الواسم اللي كان خاص بكلمة بلاي اللي كانت ظهرة فوق هنا ومش بيخلياني اتحكم فيه الشاشة وبقى الوقت الصوت بيشتغل وقفل انت طبعا لو كاتبت البروميت صح ممكن ما يزهر لك شو الخطأ ده فخلينا نسمع الفيديو جوجل خلت الأوتوميشن أسهل تعال أشوف بنفسك تمان أقدر أحمل الفيديو لو ضغطت على اللوت كده هحمله طبعا لو عملت تاين رجعت للأصل بتاع الصفحة انا عملت رفريش تقريبا فيديو هاتشال وخليك تبدأ من أولو جديد لو خلينا نجربه تاني فيه تطبيق طبعا التطبيق بتحفظ عندك هنا اللي انت عملته اللي هو فيديو ويفر ده خلنا نعمل create new وورو الهاتشات جي بيتي خلنا يكتب لنا بروميت ان احنا عايزين نعمل تطبيق بيعتمد على الانانو بنانا في دمج الصور واعمله البروميت كده واعمل send هنا ظهر الاقتراح بيقول لي انت يفضل ان انت تستخدم الامر ده فانا ممكن اخد screen للاقتراح اللي ظهر ده وبعته لشات جي بيتي واقول له ده اللي ظهر لي فحل المشكلة وهو يحلها يعني الموضوع بسيط يعني انا لو كتبت بروميت غلط هو بالتالي ظهر لي المفروض اكتب البروميت بطرقية معينة عشان يفهمه فاروح لشات جي بيتي واعمل upload للصورة اللي انا عملت لها screen دلوقتي وعمل send وقت القائل هيفهم يعني الموضوع ايه وهيكتب لي بروميت مرة تانية كتب لي البروميت بالشكل ده اخده قبي وارجع تاني امسح البروميت اللي كان مكتوب واضيف البروميت التاني وعمل send والمفروض دلوقتي هيعمل لي automate بياخد مني صورة ويرجع يطلب مني صورة تانية يرفع الصورتين عنده وبعد كده يستخدم دانه بنانا في انه هيدميج الصورتين دول وبعد كده هيعطيني الريزالت على تون طبعا العملية دي انت ممكن تعملها في في خطوات طاولة جدا لكن هنا هيعملوا بشكل اسرع هنتوصل لحد ما الورك فلو يظهر لي هنا ظهر لي في خلال لحظات هنا بي هنا الامبوت الاولاني وبعد كده هنا الامبوت التاني مع الديسكريبشن بعد كده بياخدهم ويوديهم على نانو بنانا وفي الاخر خالص هزهر لي النتيجة خلينا اعمل start كده بيقول لي اعمل upload للصورة بتاعتك طبعا ممكن اعمل share app هنا لو ضغط على share app هيقول لي انت عايزه يبقى مفتوح للناس كلها اقول له تمام معايد ما فيش اي مشكلة خليه public عشان اي حد يستخدمه بعد كده ويعطيني الرابط ده ولو روحت على الرابط كده هلاقي الapplication اللي انا عملته هو اللي بفتح بس بيدون الوجه اللي احنا شايفينها دي يعني هتلاقي الapplication هو اللي ظهر في الصفحة كلها تمام هضغط على start هيقول لي ارفع صورة فهرفع له الصورة الاولانية وهي صورة الرئيس الكوري بعد كده اعمل send هيطلب مني ارفع الصورة التانية هعمل upload برضه وهي صورة الرئيس الروسي كمان على فكرة ان ده ممكن تعمل upload يعني عن طريق ان انت ترسم رسمة عن طريق ان انت تجيبها من فيديو يوتيوب او تقدر ترفع من الجهاز او تقدر تجيبها من جوجل درايف او تفتح الويب cam وتاخد صورة نفسك تمام بعد كده اعمل send هيحصل ضمج بين الصورتين ويعطيلي النتيجة مباشرة انا ممكن اضيف في البروميت ان هو يسمح لي ان انا اكتب له description او اعمل له وصف للحاجة اللي انا عايزها وبعد كده اعطالي النتيجة لكن احنا مكتبناش كده في البروميت احنا قلنا له ان هو يدمج بين الصورتين وبس يعني محددناش اكتب له مثلا يعمل حاجة معين او لا هو بالتالي هيدمج بين الصورتين وفقط هننتظر لحد ما النتيجة تظهر هو اللي حصل خد الشخصات الالانية حطها في الشخصات تانية وتقريبا دين مشكلة كلها في كتابة البروميت فطالبت من شاتجي بتين هو هيعدل البروميت اللي هو اعطهونا فوق ده ويعطيني بروميت مرة تانية يسمح لي ان انا اكتب له انا محتاج اعمل ايه فهاخد نسخة وارجع تاني واضف له على نفس التطبيق من هنا واعمل send عشان يعدله مرة تانية وبالتالي هو هيعدل الورك فلو دي بشكل مباشر بدون الحاجة ان انا بقى فاهم ايه ده و ايه ده ومين بيود على فين والكلام ده بعكس in it in بيخليك تعمل كل حاجة بشكل يدوي لكن الموضوع هنا بيبقى سريع والزكالة الصناعية واللي بعمله بالكامل الاداة دي لو تم تطويرها بشكل كبير واصبحت منافس قوي ل in it in تقريبا يعني هتغطى عليه بسهولة جدا لان انت مش محتاجة تبقى عارف كل حاجة انت كل عليك ان انت تكتب بروميت هو تلقائيا هيعمل لك الوركفلو المناسبة ان هي تطلع لك المخرجات اللي انت محتاجها زي ما حتركوا شايفين حصل هنا تعديل وبقى فيه تلاتة input الصورة الاولينية والصورة التانية والبروميت وبعد كده بيجمعهم ويعمل instruction تاني لهم وبعد كده يوديهم لنانو بنانا وبعد كده يعمل الصورة وبعد كده يضيك ال display بتاع الصورة او العرض بتاع الصورة عشان يبدأ يشتغل من جديد لو ضغطنا على start نرفع الصورة الاولى تانية بعد كده ايوة كده فدح لي يقول لي انت عايز تعمل ايه في الصور كده دلوقتي هقول له يدميج لي بين الصورتين الصورة الاولى والتانية وهما بتصفهم ووراهم صورة صورة صوريخ نوية وعمل send هنتظر لحد ما نشوف هل هيفهم اللغة العربية ويطلع لننتيجة اللي محتاجة ولكن كده فيه تقدم ان هو بيستجيب للتعديلات اللي انت بتطلبها وبيعمل تعديلات على ال application اللي انت عايزه او ال word flow اللي انت عايزه يطلع لك النتيجة المعينة اللي انت طلبها هنتنتظر لحد ما يطلع لنا النتيجة وان شاء الله تطلع حسب ما احنا عايزين في خلال اللحظات ظهرت لنا النتيجة وزي ما احنا طلبنا صورة الشخصين بيتصفهم ووراهم صوريخ نوية بتحمل العالم كوريا وعالم روسيا بعد كده اعمل داو اللود المفروض يحمل طبعا هي فيه مشكلة في زر التحميل ممكن اعمل داو اللود فايل هتلاقيه حمل الملف هنا الصورة حافظت بصيغة HTML واقدر احملها مرة تانية كده الصورة اتحملت عندي بالشكل دا طبعا جودتها عالية صورة الشخصين عملنا ووركفلوه بسهولة جدا بدون اي خبرة وطبعا الابليكيشن بيتم حفظه عندك عشان لو انت عايز تتخدمه مرة تانية او عايز تشاركه وبكده يكون تعرفنا على أوبال منافس N8N لتقدر تستخدمه في عمل اوتوميشن بسيط لحد دلوقتي يعمل لك مهام معينة بطريقة سهلة وبسيطة طبعا هو في قيد التطوير لو وصل لمرحلة كبيرة انه ينافس N8N هيكون حاجة عظيمة جدا لو انت حابب تشوف احدث الاخبار عن ادوات وبرامج الزكاة الاصطناعي اللي هتسهل عليك حياتك تأكد ان انت مشترك في قراتنا منصر المعلوميات كان معكو احمد وسلام وفي النهاية يمكنك الاشتراك في قناتنا منصر للمعلوميات لمشاهدة المزيد من الفيديوهات لتنمية مهاراتك شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته